يا مونة? علو? اهلا يا مونة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اه مفضلي كنت عايزة على فابنت الشيخ. تفضلي. بالنسبة لي بعد اذنك. بقى لي 21 سنة. وزوجي دايما فيه بيننا مشاكل وهجف. يعني هو على طول بينجل وبالشهور. ممكن بالسنين ما فيش علاقة دو غير. اه كمان اه كل حياته معي خفاهم. يعني يخاف اني بالتلت شهور. اه يدكم يخرج ما فيه سلامه عليكم. اه يشيل مني مصروف البيت. مصروف ايدي وانا ما بشتغلش. اه على طول يزل ويعاير مثلا. انتو عندكو كم ولاد قد ايه يا مونة? عندنا تلت اولاد. يعني تلت اولاد وممكن ما يصرفش لمدة قد ايه يعني يعني يحرمكم. لا هو بيصرف على الولاد بس بيقض يعني يعدي منا عليهم في المصاريف يعني زلهم. لا انتي اصلك بتقولي ممكن ما يدينيش مصروف البيت فدي برضو. اه هو اللي بيصرف بقى يعني هو ما يرداش يبدوهولي وانا لمسيك. ومسلا بشهر فهو اللي بيصرف. ولما يصرف بقى يوجي حاسب اه يعني لو انا مثلا صرفت اه عشرين. وقلت له حاسبني يديني مثلا نصهم. ويسيبني انا بقى يعني اتحمل الباقي. حاجات زي كده يا اه. انتي بتبعات فانو معافلوش. حكم الشرع ايه في الا اه في اول حاجة هادر الزوجة بالشهور وبالسنين. وما فيش علاقة زوجية. ربنا بيحاسبه ازاي. ويني يا مونة. مونة. هو هاجر في الفراش ولا بيسيبلك البيت وبيمشي. اه في الفراش في الفراش. اوكي. بالشهور وبالسنين. تاني حاجة حكم الشرع ايه برضو لما يكون هو يعني غني جدا وربنا فتاح عليه مليونير. بحيث ان انت ما بيلاقوش. شوف يا مونة. ربنا هضبان عليه ولا ايه. طيب. في اي سؤال فاضلت الشيخ عايز تفكر. بقولها بيشح عليها بحيث ان هما ما بيلاقوش احتياجاتهم يعني مدارسهم وكده ولا ما بيعرفوش يخرجها. هي قالت انه بيمن وبيضيقها في العشرين يديها نصهم. تبقى ايه محتاجة عشرين. يقول لها لك فعليك النص فتاية احتاس ومش عارفها تصرف منين. بيضيق عليها الحال. تمام. وهو ربنا فريقها عليه. هو مليونير وهو مضيق عليهم الحال. فده حكم الشرف حكتين. هاجر الزوجة وتديق الحال برغم انه ربنا موساه عليك. اما الهاجر فهو قطعا حرام. تمام. واحنا قلنا دلوقتي ان المرأة لها حق كما ان الرجل حق وقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولها حق في العشرة والمعاشرة. واللي لها حق في كل الامور اللي هي بمقتضى العلاقة الزوجية دي وحتى الرحمة والمواد ده والكلام ده. فالهاجر طبعا حرام إلا إذا كان في حالة النشوذ ففي استثناء هنا ويبقى على قدر يعني على قدر. ومش مفتوح كده لبعض الناس. لكل الناس. وأما الانفاق انه طبعا الانسان مكلف انه الرجل مكلف. وإحنا زي ما قلنا كده كفاب المرء يثمن ان يضيع من يقوت. بس انا كمان عايز بنبه عشان نبقى فيه معادلات. ان احنا ساعات بنقدر الانفاق تقدير واسع يعني احيانا المرأة او كده بتبقى عايزة عشرين عشان تلبي عشرين بند. هو شايف ان عشر بنوت دلوقتي وعشر بنوت بعدين. تمام. وهكذا. احنا محتاجين قوي إعادة الحوار. انا شايف وملاحظ ان البيوت بدأت اكثر تمسك بما يسمي حق او حقك ويتشبس ده. انما اللي احنا نطلق نعمل له دعوة من هذا البرنامج ولكل المشاهدين اعادة مرة تانية الحوار العاقل. ان يقال طب احنا محتاجين ايه. اه وده ما بقولوش ليمونا بس وده البيت كله. احنا نقعد مع بعض ونقدر احتياجاتنا في مستوانا برضو كل حاجة. مش من اما ربنا قال ليون في غضو ساعة من ساعة. محتاجين عشرة والعشرة دول عايزين كذا. بناء على كذا من غير اسراف ولا تقطير. يبقى العشرة دول هما المستحقين بينا وبين بعض كده بما يرضي الله من غير من اخناقه. هي دي محتاجة حوار شوية وملطفة وكتير. والله احنا فضلت الشيخ برضو كنت عايزة اسأل حضرتك فيها. فكرة انه ربنا يرزق من واسع حد وهو يقطر ويبخل على الناس. مش ده برضو ممكن يوقف الرزق. يعني او ده مثلا ممكن يعني يعني يبقى فيه نعمة واما بنعمة ربك فحدث. وانه النعمة دي يعني احدث بيها ان انا اشبع ولادي او ابسط مراتي او كذا. هل دي ممكن تشد من تحته فكرة انه الرزق الوسع. ده اكتر من كده كمان. مش بس كمان يوفق ده يبيعيش المسكين في شقاء هو نفسه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شامله. وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه منها الا ما قسم له منه. ومن جعل الاخرة همه جعل الله جناه في قلبه. وجمع الله عليه شامله واتته الدنيا وهي رغمه. الحريص قوي ده بحيث ان هو بس نغلينا نحط كلمة مهمة وبنقولها للمشاهدين. الحريص بحيث ان هو ما يوفيش احتياجات. خصوص التعليم والاكل وكده وهو معاه. للدرجة دي الحريص بالطريقة دي ده عايش في شقاء. جميل. وشوفنا اظن مسلسلات عبرت عن البخيل وانا مثلا العمل. كتير. اه اه عبرت على عن شيء من.